بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء انا في الغالب من بحبش لغة الاخطار قد ما بحب لغة الواجبات ايه الواجب علينا ان احنا نتجه به تجاه اي ظاهرة بتحصل في المجتمع احنا في الفترات كل ما بتحصل شوية امور ما بتبقى استثنائية في حياتنا كل ما بتزيد حاجة ظاهرة معروفة اوي 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 ظاهرة الوسواس فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى النهاردة في حلقة الجليس النهاردة هنكلم عن الموضوع ده الوسواس فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى احنا مرنا بكورونا وبنمر كمان بدغوط زي دي وكمان المشكلات الاسرية بتضغط على كتير احنا شايفين ان احنا عندنا ظاهرة بتتنامى انا ما بحبش اقول يا جماعة في خطر قد ما بقول يا جماعة فيه واجب علينا احنا لازم نتعامل معاه ولازم نواجهه لان الواجب ده وشعورنا بان ده واجب علينا وحق للناس يخلينا نتعامل مع المشائل دي بفلسفة تانية غير ان الناس دوله مصادق خطر علينا واحنا عشان نقدر نتكلم عن الموضوع على اي موضوع في حياتنا بيتعلق بمسافة ما بين الحياة والدين لازم يكون معانا متخصصين ولازم يكون معانا حد متخصص في هذا النوع بالتحديد معانا الدكتورة حنان الرصاص ازايك يا استاذ دكتورة حنان اهلا بيتر عامر اهلا بحضرتك الافكار اللي بتيجي لبعض الناس عن ربنا او حتى عن حضرة النبي وبيعتبروها غير مناسبة ممكن تبقى نوع من الوسواس في وقت كثير بتبقى نوع من الوسواس ويعني والاسم الشديد ممكن نتتأخر كمان فمعرفة ان ده مرد طيب في رأي حضرتك الناس بتتأخر ليه ان هي تعرف ان ده مرد هي النقطة ان طبيعة الوسواس بتيجي ان الشخص بيجيله مثلا وساوس عن كلام عن ربنا عن يمين خلق يعني ربنا وجزائي كل الحاجات دي والخلق وممكن تبقى كلام غير لائق عن رباش حالة فعالة كل الحاجات دي ميفتكوها من وساس من الشيطان فممكن قطل حد درجة عشر سنين ممكن الناس تتأخر في طابل عليك لان فاكرة عندي وسواسة من الشيطان واحيانا حتى ما بتصرحش ان هي تحكي على الوسواس دي محن لان هي بتفتكي ان ده قلة ايمان فبيبقى عيب بالنسبة لان هي تحكيه فازاي بقى ازاي بقى منفرق ما بين الأفكار اللي جاية من الوسواس والأفكار النابعة من قلة المعرفة بالله ازاي نفرق ما بين الاثنين طيب اول حاجة هي الوسواسة بتيجي ان تعريف الوسواس يعني او وسواس القهري مرض الوسواسة يعني ان طبيعته ان بتيجي ملحة بتزن على دماغ الشخص وهو عارف ان هي او ان هي بتيجي بشكل كتير قوي الحاجة التانية ان هي بتاخد وقت كثير جدا من يوم يعني ممكن ثلاث ساعات او خمس ساعات او كالساع يقعد يفكر في الأفكار دي وبالتالي بتعطله عن وظيفته لو فيه ثلاث سماية ان هي أفكار ملحة وعرف ان هي غلط وبسببانه ضيق ووظفته هنا حركة اصدر ووظفته يعني ووظفته في الحياة يعني مش ووظفته لو شغله ايا كان يعني سواء كان اب او سواء كان مدير او سواء كان انسان بيساعد الناس كل ده بتعطاله عنه بزمان اي واسوس بتعطى الشخص انه قاعد كريعة مثلا مثلا لو وضوء ان ايدي مش مضيفة او انها متوضيتش قويس او واسوسة في النجاسة او في الطهورة بتجيله افكار كتير ملحة فيبدأ ياخد فيها فترة طويلة تمام فمثلا عنده مشوار عنده ارتباط عندها مزكرة عندها صلاة محرد بكلها تقعة وساعتها بنبدأ بنطلق ان الشخص ده عنده مرد حتى احنا وقيت من ضمن التكنيكس بنقول للشخص لو انت حتى بتستعيز بالامشتون الرجيم مفروض الوسوس بيروح لكن بان هو مش بيروح ايبا ده مرد وملح باخد من الوقت كبير هل الشخص المصاب بالوسوس الديني محتاج علك؟ طبعا وله حدث فيه ناس عشر ستين مرد حدث بتقول لي طبعا وكايني وكايني احد المعاناين لعندي حدثك ان هما فاكرين ان هما مش محتاج علاج اه وناس بيعانوا يعانوا مجامل دي يعانوا على كل المستويات وبيسلهم ضيق شديد يعني واحيانا كان حتى بيعمل اعراض اكتئب لانه بيفتكري نفسه ان انا واحش عشان جات لي هذه الافكار وان انا كده مقصر وان انا ربنا مش هيحبني فمحتاج طبعا ليه علاج دوائي وعلاج دوائي فعال جدا وعلاج نفسي علاج المعايف السنوكي بوضو بيكون فعال جدا فطبعا ليه علاج وناس كتئب يتحسين وانحنا بدلنا من اول اطفال مراد داك يصيبوا الاطفال يصيبوا المراقلين يصيب الناس البلغين فبيصيب يعني مختلف الاعمار والشطارة بقى يعني ان الشخص ييجي بدري في ناس طبعا ما شاء الله تيجي في خلال الشهور الناس تيجي خلال كم سنة بس في ناس كمان ممكن تتأخر لحد السنوات لانهي مش فاهم ان دا موعد انا مش عارف اشكر حضارك ازاي دكتور حنان لكن دايما حضارك بتتحطينا ملامح موهمة جدا جدا في الحل والتعامل خاصة مع الجليس لما يبقى جليس رزل زي الوسواس كده شكرا لحضارك يا دكتور حنان